بنواصل رحلة الميلاد وفي هذا الفقرة رح نتكلم عن البشارة لزكريا الجدير بالذكر طبعا البشير لوقة اللي هو طبعا الطبيب ومؤرخ لوقة بيتكلم للجميع لكل واحد لكل شخص للجميع للخطاء وأيضا المزدرة في المجتمع بيتكلم عن المسيح الحنون ابن الإنسان لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين خلينا نبتدي أنه آخر نبوة في العهد القديم كانت النبي ملاخي والنبي النبي ملاخي بيختتم النبوة يتنبأ عن مجيء شخص عظيم عن مجيء إليا العظيم ليهيئ طريق الرب زكريا طبعا كان كاهن من عائلة الكهنوت اسمه يعني الرب تذكر ألصابات اسمها يعني الرب قسمي كان من فرقة أبية والكهن اللي كانوا بيخدموا في هيكل أورشليم كانوا 24 فرقة بحسب سفر أخبار الأيام كل كاهن يخدم لمدة أسبوعين في السنة طبعا زكريا وزوجته ألصابات كانوا من عائلة الكهنون كانوا بيخافوا الرب كانوا أنقياء وأطقياء أيضا لكن الوجع والألم في داخلهم أنه ما كانش عندهم طفل ولما ما عندهمش طفل كان يعتبر عار في تلك الأيام وفي بعض الأحيان كانت تعتبر لعنة فهذا الألم والوجع اللي كان موجود في داخلهم لم يدركوا أنه الله رح يعطيهم طفل معجزة أيضا في شيخوختهم هذا الطفل مش رح يكون الكاهن لكن رح يكون نبي عظيم نبي العلي ويعتبر واحد من أعظم المولودين بين النساء ألا وهو يحنى المعمدان